السلام عليكم و مرحبا بكم معايا فيديو جديد و وصفتنا اليوم حلوى من حلويات الزمن الجميل هلاليات الكوكاو او الفول السوداني و كل ما كي حمقش على هذه الحلوى و ما كتفكرش في ماداق الوالدين صراح هذه الحلوى جيد جيد رائعة انا بعدها كان حمق عليها لذا غادي نتشارك معاكم طريقتي اللي كتجيبها شيشة وبنينا بزدف نحتاج المكونات الحلوى الرائعة 250 جرام الزبدة هنا هي درد زبدة نوعية جيدة ممكن انكم تعودوها بشي نوع يكون مزيان من ديال البواطة اول حتى المارغارين تقدروا تخدموا بها عندي كاز ديال الزيت كاز ديال السكر سانيدة كاز صونس ديال الكوكاو اللي حمرته في الفران هذا اللي بلق شر حمرته وضحنته مزيان حتى تعلق وعندي نص كاز دير جنجلان ممكن انكم تديروا كاز جنجلان كاز كوكاو عندي بيضة واحدة وقبصات ديال الملحة والضاقيق كي يبقى على حسب الخالط بالنسبة للطريقة فهي جدا سهلة بحل اللي كنخدموه سطعب لي تماما كنديرو الزبدة ومن الاحسن الزبدة نكون مخرجينها من تلاجة كبش كتسهل عندنا نخدموها كنضيف عليها سكر سانيدة وكنحاول اننا ندخل هاتج مكونات مع بعدياتهم من بعد كنضيف الكيس ديال الفاني اللي بغتوا تعودوه بسكر مونسة بزهرة البرتوقال تقدرو انكم تديروها بش كي يجيكم داك المعدة قبل دي فضلت انا اني نديرها بالفاني يلا درتوها بالنسمة ديال زهرة البرتوقال تقدرو تديرو معا وحد نص معا القصغيرة ديال القرفة لانهم كي يجو مع بعدياتهم هاد النكاهات طفت كاز ديال الزيت وكنكمل هاكا نخدم هاديك الزبدة مع المكونات الاخرين وكنضيفه البيضة للدور ديالها شوية كتجمع لنا عد الحلوة لانها كجي شيش بزاف وديك البيضة كتخليها شوية ما كتجينش يعني كتتهرس لواحد درجة كبيرة بالنسبة للكوكاو فانا عبرت الكيسان عد بش يعني اتحنتو ماشي كاز ديال الكوكاو معبور كصونس معبور كصونس يعني هو باقي حب وش حال ما خرج لنا كنديروه تاب النسبة للجنجلان انا عبرته هاكاك صحيح نص كاس عاود طحنتو يعني مني كان طحنوره كي خرج شوية كي جيزايت شوية لديك الكاس ونص وضفتن معي القاع صغيرة ديال الخامير الكيميائية وكان بدنا ندخل في الدقيق والقوام ديال هاد الخالط او هاد العاجين كي جيب حال شكل ديال العاجينة ديال الصعب لي تماما ما تكونش خفيفة بزاف لانا لكانت خفيفة بزاف فتسح لنا مني كان ندخلو هالفران ومكي جيش شكل ديال هزوين حاولو تدعو هالقيقص ديال هاد ديال الدقيق مضبوط ما تجيش او تقاصحة تبقت ما تباش تشكل لكم تبقت فتت وحاولو انكم مجيبواش خفيفة بزاف كيف ما قلت لكم غادي تسح في الفران وشكل ديال هيتخسر بالنسبة على طريقة ديال التشكيل فهي سهلة كنبدو نخدموها بحل شكل ديال بحل اللي كنخدموك عبالغزال تماما صفيحة كنا ندهنوها بشوية ديال الزيت معدي تلصاص قلب لما نديرو لاد ققلة ولو غير شوية ديال الزيت فهي مادة التاسق مولي لان فيها زبن خدومة بالزبدة والفران كنشعلوه على درجة الحرارة 180 غير ملتحت نطيبوه بحل شكل ديال الصابلي ومن بعد مني كتب اللي ندهبت ملتحت وما كنقصواش لان كتبتت بزافه شيشة نراقبوها نشوفوه طلعت فيها بحل تدهبت شوية ملتحت ونشعلو اليها من الفوق نهاية نهاية اضافة نضيف السكر نضيف السكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر